الصراع مع الفساد في العراق يطول لا إمكانية للسيطرة على هذه الآفة التي نخرت مفاصل الدولة وبين فترة وأخرى تبرز نشاطات يؤكد كثيرون أنها بداية نهاية لهذا الملف لكن بلا جدوى يرى البعض أن الفساد بشكله الحالي والمتمثل بهيئة تكتلات مدعومة يصعب القضاء عليه دون إرادة حقيقية بعض الفاسدين أن تنالهم يد القضاء لا يعني بالضرورة هذه بداية القضاء على هذا الملف هناك آلاف القضايا الدعاوة موجودة في النزاهة حتى هذه اللحظة لم تصدر هيئة النزاهة أو القضاء في هيئة النزاهة أي حكم باتجاه هؤلاء الفاسدين بسبب الغطاء الذي توفره أو الانتماءات لهؤلاء المتشعبة وعن مكافحة الفساد يحكى كثيرا يقول البعض أنها تمثل في كثير من الأحيان أداة للإطاحة بالخصوم ليس إلا خاصة مع وجود الكثير من الملفات التي لا تزال مركونة تحمل بين طياتها أدلة دامغة على تورط الكثيرين بالفساد أعتقد أن هذا الأمر هي تصفية سياسية لا يتعدى أكثر من ذلك وإلا أن العديد من الملفات الموجودة في أروقة هيئة النزاهة لم تفتح ولم يباشر بالتحقيق بها منذ أكثر من 15 عاما ويعد الفساد أساس المشاكل المستعصية بالعراق على جميع الصعود وتكمن المعالجة الحقيقية في إنهاء المحاصصة وتوفر الإرادة السياسية للحد من هذه الآفة ومحاصرة الفاعلين فيه من بغداد فاروق صالح السومرية